السلام عليكم اليوم سأشرح لكم مجموعة من أسئلة الكروك الأول لطلاب المرحلة الثالثة وإن شاء الله تستفادون طبعا سأشرح بطريقة الكيوورد سأخذ كلمات معينة من السؤال تستخدمها حتى تقدر تحل الأسئلة المشابهة والقريبة من هذا السؤال فرح نبدأ بالسؤال الأول فمثل إذا تشوفون هنا السؤال الأول عندنا السؤال بالإي سي جي سيتكلم على عندنا مشكلة في الإي سي جي ده يظهر عندنا المسافة بين الـ P wave والـ Q wave ده الطول لمسافات معينة ثم بعدين ده نلاحظ سقوط بعض الضربات أو أنه بعض الـ QRS اللي هي تمثل راح تروح وراح نشوف تغييرات فلازم نفتهم شنو المسألة فراح نجعل الكيوورد اللي هي الـ P wave والـ Q wave يقصد أنه بين الـ P wave والـ Q wave هناك مسافة بسيطة تزيد بشكل تدريجي يعني بين الضربة الأولى شوية زادت الضربة الثانية أكثر زادت الضربة الثالثة أكثر زادت الرابعة ممكن سقطت عندنا QRS أصلاً ما ظهرت فقط بـ P wave ظهرت فبهذه الحالة لدينا هذا أول كيوورد الثاني كيوورد fallout of some ventricle complexes من هذا لازم نعرف الجواب اللي هو هذا الأول الـ Atrio ventricular block أو A-V block second degree طبعاً كثير من عدتكم ما يقولون نحنا ما فهمنا الموضوع بشكل تام فراح أشرح لكم المسألة وراح تفتهمها السه عندنا هذا نظام القلب القلب طبعاً اللي يحرك القلب بالبداية هو SA node ثم تعطي الكهرباء لل A-V node ثم إلى bundles of his باركنجي fibers طبعاً هنا عندنا ventricles إذا ردنا نرسمها بهذه الطريقة وهنا عندنا Atriums هنا الأذينين وهنا جو البطينين فالقلب من ينقبض لازم الأذينين ينقبضون بالبداية ثم البطينين ما يصير ينقبضون بنفس الوقت فالA-V node تعمل مثل مؤقت للتأخير تأخير وصول الشحنة من الأسينود طبعاً الأسينود هي ترسم بهذه الطريقة هذا مكان الحقيقي حتى نكون لقيقين في الرسم بهذه الطريقة فأتأخر الشحنة طبعاً نوصول الكهرباء للventricles طبعاً أتأخر بمقدار 0.2 second أو 200 ms 0.2 أو خمس مربعات صغيرة خمس مربعات صغيرة تحسبها على ورقة ECG فالطبيعي المفروض تكون هذه المسافة بين الP-Wave طبعاً شنو الP-Wave الP-Wave تمثل انقباض الأتريوم الQRS هذه تمثل QRS تمثل انقباض فالمسافة بينها المفروض ما تتعدى الخمس مربعات صغيرة المفروض هذه المسافة كلها إذا نحسبها من هنا تكون خمس مربعات صغيرة أي هذا مقدار التأخير المفروض ما يتجاوز هذا الشيء لكن تلاحظون الشون أنه في هذا طبعاً هذا الشخص عنده AV block اللي هو second degree AV block عنده فبالتالي تلاحظون كيف أنه المسافة هنا مو نفس المسافة هنا وبالتالي المسافة هنا أكثر تلطول والمسافة وراها أكثر تلطول ومسافة طالت أكثر وهنا سقطت عندنا QRS تلاحظون فقط P wave ومسافة وبعدين P wave ثاني أصلاً ماك وQRS فهذا هو second degree AV block فراح ننتقل لسؤال ثاني هذا بالنسبة لل second degree AV block هذه المهمة لازم تعرفوها أنه لازم لما يقول لك هنا طبعاً لليقول لك progressive طبعاً هذا second degree AV block أو bit 1 أو bit 2 اللي تسقط ضربة progressive بس هذا المواضيع ما يدوقكم بها كطلاب ثالث أهم شي تعرفون أنه هذه الكلمة كانت زيادة وأيضاً قال لك fall out of ventricular complex طبعاً لو قايل لك أصلاً خلنا نرجع على السؤال وشوفكم لو قايل لك أصلاً هنا يقول لك هنا sum يعني مو كل لو كل ماكو أي ربط بين QRS وال P wave هذا يكون third degree لأنه إذا ماكو أي ربط وأنه بالكامل AV ماذا تعمل أو ماتت بالكامل فهذا ماكو أي ربط بين فقط زيادة في المسافة بس دون أن تسقط عندك QRS فهذا يعتبر first degree AV block إن شاء الله السؤال يكون نفهم طيب هذا السؤال ثاني هنا هنا عندنا الكي ووردز هذه راح أشوفكم إياها هنا السؤال لشخص أو لفتاة عمرها 14 سنة عندها شنو عندها مشاكل بال lymph node وننشوف شنو destruction of the tissue structure of the node يعني تدمر لنسيج المكون لل lymph node اللي هي العقدة اللمفية وطبعا هنا absence of lymph follicles and psychlerotic necrosis شنو لدي يقصد يعني lymph follicles هذه جزء من structure من تكوين lymph node إذا راح معناها هناك أكو شغلة تعمل على تدمير lymph node structure كنسيج فهذا الأغلب هو سرطان في lymph node طبعا هنا إذا كان منشأ سرطان من lymph node نسميها lymph node إذا كان منشأها من bone أو نخاع العظم الأحمر راح نسميها leukemia هتفهم الفرق فهنا هنا منشأها من lymph node طبعا واضح عندنا من تدمر lymph node وطبعا لو كان التهاب في lymph node اسم lymphodinitis هذا التهاب سيؤدي إلى swallowing بالليمفنود يعني تجمع بها يصير inflammation سيؤدي إلى swallowing بالليمفنود يسوي التهاب في الليمفنود فقط سيكبر حجمها وتكون مؤلمة أما في هذه الحالة ستكون غير مؤلمة وراح نلاحظ أنه أصلا ما نقدر نحركها أي لو حاولت ونفرض وقدر فيها صار بها ستطع ما حتقدر تحركها وراح نلقى تدمر لتكوينها النسيجي بس يا نوع من الليمفومة طبعا الليمفومة أنواع عندنا هانشكن ليمفومة ونعم هانشكن ليمفومة هانشكن ليمفومة بالكروكي يستخدمون مصطلح إلها اللي هو ليمفو غرانيلوم متوسيز راح شوفكم كي وردز إذا شفتوا راح تختاروها اللي هو هذي البرزفينسكي طبعا هي اسمها الثاني هو الريد ستنبورغ سال الريد ستنبورغ سال اللي هي هذي هذي هي عبارة عن بي ليمفوسايت تعرضت إلى تحولت لتحول سرطاني وتحولت النواة بيها وانقسمت بشكل غير طبيعي إلى نويتين فصارت تشبه عين البومة يساوها آول آي هذي خاصة بالهانشكن ليمفومة هي الطريقة لنفرق بينها بين هاتشكن ليمفومة فلما نشوفها معناها أنه ليمفو غرانيوماتوسيس هل فقط تطلع في الليمفومة لا ممكن تطلع أيضا عندنا هي بيستينبور فيروس ناحية نوع الفيروسات وسايتوميغالوفيروس كيف نفرقها هذولك راح يسوون ليمفو دينايتس التهاب بالليمفونوت لكن هنا عندنا تغير سرطاني بالليمفونوت فبالتالي راح نختار السرطان اللي هو هاتشكن ليمفومة أو بالكروك راح نسميه ليمفو غرانيوماتوسيس فالجواب الصح هو ليمفو غرانيوماتوسيس وكيف عرفنا ربطناها بال ستينبورغ سير هذي ستينبورغ سير حيال مهمة أكدوا عليه لأن أخذ الأسئلة على الليمفومة راح تجي بهذه الصيغة إذا موجودة أو غير موجودة هذي حيال مهمة للجواب على السؤال ما عبارة عن نويتين كبيرة إلها بهذا الشكل وهذا سيتو بلازم طبعا فيسموها آول آولز آي آولز آي أو عين البومة عين البومة آولز آي فهذه راح نسميها راح أخذ لكم مقارنها فراح نسميها وية تجوية ليمفو غرانيوماتوسيس ليمفو غرانيوماتوسيس أدروني إذا أخطأ بالاسبير أو هاتشكن لمفوما هاتشكن هاتشكن لمفوما هاتشكن لمفوما أهم شي تعفظ هذا الاسم بالنسبة للكروك لأنه بالكروك يذكروا لك هذا ليمفو غرانيوماتوسيس فهذا ميزناها طبعا ما راح ينطوك تصور بالخيارات ثلاثتهم يعني إبستين فارفايروس وسايتوميغالوفيروس وهاتشكن ليمفوما فإن شاء الله تكون سهلة هناك سؤال أيضا يتكلم على شنو هناك سؤال بالإندوكرين السؤال يتكلم على عندك ورن بال أدينو هايبوفيسيز اللي هي نفس البتويتر جلاند فأول كيوورد راح يكون عندنا الأدينو هايبوفيسيز أي أنه عندنا تومر بال بتويتر جلاند مثلا تدون بتويتر جلاند لها بوستيري وانتيري وتنتج الهرمونات اللي تحفز الغذة البقية على أفراز الهرمونات هنا الكيوورد حتى نعرف شنو المرض أو يا هرمون متأثر عندنا عندنا أهم شي تعرفون هذا الكيوورد مون لايك فيس وسترية وأستيو بروسيز وارتفاع بالضغط هذه لو شفتها دلالة على شغلة سمها كوشن ديزيز أو كوشن سندروم ليش تصير هذه هاي تجد لزلالة هرمون تفرز منه خلي أرسم المسألة البيتوتاري تفرز هرمون اسمه A C T H هذا وين راح يروح هذا الهرمون راح يروح للأدرينال هي هذه الغدة المثلثة الموجودة فوق الكلية فهذه الغدة أو هذه الغدة هي أدرينال قلاند أدرينال قلاند عدها قشرة وعدها مديولا وبجزء وسط هذا طبعا تفرز أنها مموان الأدرينالين وبنلقش لتفرز الاندروجينز وكورتيزول وأيضا سبرينولاكتون فهنانا لما هذا الهرمون يزداد نتيجة دلنشين ورم حميد في البتوتاري قلاند اللي هي واقعة على عظم السفينويد بون بالدماغ يعني بالرأس أسف فبالتال هي صار أسفل يعني فوق السفينويد بون وأسفل الهايبوثالمس في الدماغ فهذه لما تفرز هذا الهرمون بشكل كبير راح يزداد وبالتالي راح يزداد تحفز الأدرينال لكي تفرز كورتيزول هرمون الكورتيزول طيب هرمون كورتيزول أيضاً راح يروح على العظام يؤدي إلى شغلة سمها osteoporosis أي هشاشة في العظام وإضافة إلى طبعاً الكورتيزول أيضاً راح يروح على اللي هي موجودة في الجلد وهي عبارة عن دعامات موجودة في الجلد راح يؤدي إلى أضعافها طبعاً مثل الشبكة اللي موجودة بجلد تقوي الجلد يؤدي لأضعافها وبالتالي الجلد راح يؤدي إلى أنه الجلد راح يتوسع أو يرتخي الجلد بشكل معين وتظهر الأوعية الدموية تحته وبالتالي راح نشوف خطوط حمراء على جلد المريض خاصة بالمناطق قلبيها بالأبدومن ومناطق قلبيها بيها ضغط عليها أكثر فبالتالي هذي نعرف منها طبعاً هناك مكتوب الجواب الصحيح لهذا المرض هو نحن نفرق هذا كوشن ديزيز ولا كوشن سندروم شون تفرقها هنا التومور منشأة من وين من البتوتري طبعاً الكوشن سندروم أيضاً تحصل هذا طبعاً الكيوورز هي المون فيس والستريا الكوشن سندروم هي لما تكون منشأها من الأدرينا من هذه الاجلاند وإذا كان المنشأ من البتوتري راح نسميها ديزيز يعني أختصر لكم الديزيز هي زيادة في الكورتيزول نتيجة لتومور موجود بالبيتوتري والكوشن سندروم هي زيادة للكورتيزول لأن تومور صار بالقشرة من الأدرينا الاجلاند أدى إلى زيادة في الكورتيزول بس راح نشوف راح نشوف أنه الاي سي تي اتش قليل في هذه الحالة المشكلة مو بالأي سي تي اتش مشكلة زيادة فقط في الكورتيزول منشأها من الأدرينا أو ممكن شخص ياخذ أدوية بتحتوى الكورتيزول فبهذه الحالة السندروم هي أي شيء آخر غير البتوتري فإن شاء الله وفهمت الفكرة ورح نرجع فهنا الجواب هو كوشن ديزيز مو كوشن سندروم وطبعا البقية أصلا دايبيتس وغيرها السينشل هايبرتينشن هذا يكون لازم ما عندك سبب ثاني لهايبرتينشن هنا نعدنا السبب وهو الزيادة في الكورتيزول وأيضا فبالتالي السندروم طلعناه فهو الجواب الصحيح كوشن سندروم أو كوشن ديزيز طيب هنا سؤال اللاخ داي تكلمنا على الهيموليتك سايتوتوكسك أنيميا هنا عندنا الكيوورد انه عندنا هو داي يقولك تايب 2 هايبرسنستيفتي وده تصير وياها أنيميا فشنو الفكرة هنا الفكرة لازم نأخذ هنا اسم تايب 2 هايبرسنستيفتي هو سايتوتوكسك تايب 2 هايبرسنستيفتي سايتوتوكسك يعني المدمر للخلايا طيب كيف ده تتتدمر الخلايا في التيب 2 هايبرسنستيفتي راح أجي أشرح لكم طبعا هنا كل أنواع هايبرسنستيفتي لدينا تايب 1 تايب 2 اللي هو سايتوتوكسك وتيب 3 إميون كومبليكس اسمه أي تكون معقدات مناعية وهنا ديليد أو متأخرة هنا هايبرسنستيفتي هو لما شخص تعرف لحساسية يعني هنا مو نتيجة خلايا ذا نقتل مجرد دخل عندنا مثلا بوليون أو إنه هي هذي حبوب اللقاح اللي طير في الجولة ما تشوفون بعض النصر عندهم حساسية من عدها هذي حبوب اللقاح لما تدخل بالجسم الجهاز من عدها يتعرف عليها إنه هي إجسام غريبة وبالتالي راح يؤدي إلى إنه يتحسس إلها والماست سير في هالحالة هي تحتوي على راح تلتسق بها هذه وبالتالي راح تسوي عندنا زيادة في الهيستامين وراح يسوي عندنا الحساسية إنه راح يصوي عندنا إن شاء الله يسمى مرات أنجيوديما إنه تنتفخ الوجه ويصطلع طفح على الجلد راح نشوفه لحساسية الشخص من هذا الشيء فهذا بالنسبة ل تايب 1 تايب 2 سيتوتوكسك هذا لما مثلا في حالة إنه ندخل كريات دم حمراء غير مطابقة مثلا شخص دم A انطيلانة دم B بهذه الطريقة دخلنا كريات تحمر غير مطابقة أي خلية أو أي شيء الجسم يتعرف على طبعا اسمه انسان مي انتيجين شنو انتيجين هو عبارة عن بروتين إلى شكل معين على مثل خلي يشبه بمثل بطاقة التعريفية أو الـ اي دي أو مثل هوية لهذا المركب فالكريات دم الحمراء اللي بجسمك عندها هذه الهوية فبالتالي جهاز المناعي يتعرف عليها كونها صديقة إلي أما إذا دخلت كريات حمراء من غير شخص تحتوي على مثلا هي بي وهو دم أي فالجسم ما راح يتعرف عش راح يسوي راح يسوي انتيبودي راح تكتل هذه كريات دم الحمراء فهذه انتيبودي ضد خلية عش راح نسمي ها سايتوتوكسيك هذه الحالة تايب 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 ثري اللي هي لما يجي معقد معين لنفرض عندنا برواتين معين غريب الجسم ده يعتبر شي غريب لازم يقضي عليه هذا البرواتين وهنا عندنا انتيبودي اجسام مناعية تلتسق مع بعض راح يكون مركب هذا المركب مرات يروح ويلتسق أو يروح ويدمر أجزاء أخرى من الجسم هذا المركب نفسه بين الانتيجين والانتيبودي نفسهم يروح ويدمرون مناطق أخرى من الجسم هذه الحالة بهذا التالي نسميها هايبر سنستيفيتي تايب ثري أما الديليد أو التايب فور فهي باستخدام خلايا مناعية تقتل مو باستخدام الانتيبودي طبعا هنا لازم تعرفون التايب ثري هو اي جي جي وآي جي اي جي والتيب وان هو اللي هو للحساسية اللي موجود عن يلتسق والتيب فور هي باستخدام الخلايا الدفاعية التيلومفوسايت السايتوتوكسك تيلومفوسايت هذا لازم تفتهمه وهذه في حالة التوبركولوسيز مثلا أو في حالة التوبركولين تيست اللي ينطول الشخص يسموها ديليد هايبر سنستيفيتي هاي متأخرة فإن شاء الله وضحت طبعا هذا راح أرسملكم شون يصير التايب 2 بهذه الطريقة هذه طبعا هنا لنفرض عندنا خلية حمراء خلية دم حمراء غريبة مثلا لم الشخص هو دمه اي دخلة دم حمراء بي هذه الكرية تحتوي على انتجين نوع بي الجهاز المناعي راح يتعرف عليك انه عدو لان مو نفس الخلايا الموجودة في الجسم اللي هي مثلا من نوع عيبها انتجين فبالتالي هذي اي فبالتالي شراح يسوي راح يسوي الجهاز المناعي البيلومفوسايت البيلومفوسايت راح تنتج هذي البيلومفوسايت اللي تحول البيلومفوسايت راح تنتج انتيبوديز هذه الانتيبوديز راح تروح وتهاجم كرية دم الحمراء هذي وبالتالي لما تهاجمها راح يؤدي الى تحللها وراح تأدي الى حدوث انيمية بالشخص او فقر دم هيموليتك انيمية فهذه بالنسبة للتايب 2 هايبر سينسيتيفتي طبعا هذا السؤال اخر اللي هو يتكلم ايضا عن الهنان يتكلم على الدهون هنا نشوف نشوف نشخص عنده سيربرال اثيروسيكروسيس يعني عنده تكون لتصلب الشرائين مثل نعرف تصلب الشرائين هو تجمع الدهون داخل سيربرال ثيروسيكروسيس وهايبر لبيديمي طبعا اذا يسئلك على يا نوع من انواع اللايبو بروتين راح يزداد راح تقول لي هو شنو اللايبو بروتين راح اشرحلكم اياهم الدهون حتى تمتص من الامعاء وتنقل بالدم محتاجة وسائل نقل تنقلها هذه وسائل النقل هي اللايبو بروتين اللايبو بروتين هي مثل عبارة عن خلنا نقول باصات او سيارات نقل بدون ما تكون مربوطة ببروتينات راح تؤدي الى انه تلتسق مع بعض مثل لو انت حطيت الدهن بصاحن في ماء فراح يجي يلتم كلها سوء او يلتم جميع وبالتالي راح يؤدي تكون خثرة وراح تصد الارتريا والشريان فهذا احنا شي مريدة طبعا هذه هي مفاة امبوليزم امبوليزم فالدهون بالجسم لازم تكون محملة بالبروتيين حتى يذوبها في الماء وخليها تمشي في الماء او في الدم ماسف وهو متكون اكثر من الماء وبالتالي هذه الامعاء لما نريد نمتص منعدها الى الدم نحتاج لايبو بروتين الكولي مايكرون هو اول لايبو بروتين راح ياخذها الى الكبد راح ياخذها الى الكبد والكبد ايضا راح ينطيها للانسجة تحتاجها هذه الدهون عن طريق لايبو بروتين اسمها لايبو بروتين هذه راح تروح لاجزاء الجسم طبعا هي لايبو بروتين راح تبدأ وبعدين تحول لايبو بروتين لكن ما راح يتطولها وعقدها عليكم لايبو بروتين راح تروح للانسجة تحتاجها وبعدين الزايد منعدها راح يرجع للكبد الفكرة شنو هذه لايبو بروتين لما الشخص يتناول دهونه هو اصلا زايدة عنده يعني انه اصلا زايدة الدهون عنده راح تزداد بشكل كبير هي مو مضرة هي بالعكس هي مفروض تروح توصل الغذاء لبقية اجزاء الجسم ولكن زيادتها بشكل كبير راح يؤدي الى تجمعها طبعا هذا اللي نعتبره ارتري راح تتجمع في جدار الارتري بالتالي لو تتجمع تتجمع راح تؤدي الى سد وتكون خفرة سادة لهذا الارتري او الشريان ونسميها اثيرو أثيرو سكروروسيس طيب شنو الهايدنسيتي لايبوبروتين شي يشتغل بالعكس وجوده بالعكس فينا الهايدنسيتي لايبوبروتين يجي على هذي تجمعات الدهون الموجودة بالجسم وياخذ الدهون لايبوبروتين طبعا للدهن الجيد هو عبارة عن شنو ايضا لايبوبروتين ايضا سيارة راح تجي تأخذ الدهون من هذه المنطقة وترجعها إلى الكبد وبالتالي تخلصنا من الأثيروسكروسيس فهو هذا الشيء جيد لو زاد ولكن هذا لو زاد مشكلة لأنه راح يتجمع فبالتالي هو يسأل أنه شخص عنده أثيروسكروسيس فأي هو زايد عنده فبالتالي راح نقول لودينز تي لايبو بروتين أو LDL طبعا هذا الشيء مختصر أنا شرحته بتعقيد أكثر إن شاء الله بهذه الفيديوهات الثانية أشرح أكثر المواضيع حبيت بس اختصر لكم مواضيع بسيطة وأسئلة بسيطة كمينة أم شاء الله تكون استفاديت وتعمل لكم الفائدة شكرا جزيلا نستمعكم السلام عليكم